مجدد ترحب بحضراتكم مرة تانية للأسف شفنا مؤخرا العديد من الدراسات والإحصائيات اللي بتحذر من ارتفاع معدل التدخين بين المراهقين منها دراسة كندية أكدت انتشار التدخين بينهم بنسبة 25% وخصوصا السجائر الإلكترونية اللي تعتبر هي الأكثر خطورة على المراهقين لأنها الحقيقة بتؤدي لضعف الصحة العقلية وبتخلي المراهق عرضة للإصابة بأمراض خطيرة وفقا لدراسة نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية لغير تحذيرات كتير منظمة الصحة العالمية نشرتها عن مخاطر التدخين عموما واللي بتؤدي إلى وفاة 50% من المدخنين وتأكدها كمان على وجود حوالي 16 ألف نكهة مختلفة من منتجات السجائر الإلكترونية اللي بتستهدف الأطفال والمراهقين عموما علشان كده لازم نستمر في التوعية بأضرار التدخين وخطرته كمان على الصحة اللي للأسف بتوصل للوفاة وده اللي هنتكلم عنه النهاردة مع الدكتورة أمل سعد الدين حسين رئيس عيادة الأقلاع عن التدخين بالمركز القومي للبحوث أهلا بحضرتك يا دكتور أمنا وران أهلا وسهلا بيك ومشاهدين إن شاء الله تكون فقرها يعني مفيدة بإذن الله إن شاء الله بإذن الله بوجود حضرتك في البداية عايزين نعرف إيه هي الأسباب اللي بتؤدي لارتفاع معدل التدخين خصوصا بين المراهقين طبعا موضوع التدخين ده موضوع كبير جدا فإحنا لو تكلمنا عن المرحلة السنية اللي هي بتاعة سن المراهقين ففيه كذا عامل بيدخل فيه تشجيحهم أو إقبالهم على التدخين أول حاجة إن إحنا دلوقتي لو أحد الوالدين أو كلا هما بيدخن فده بيبقى ده المثل الأعلى الطفل بيكبر بيشوف بيعتبر إن ده مثل الأعلى فبيبتدي أول ما يوصل لمرحلة اللي هي بداية الشباب بيبقى عايز إن هو يقلت الأب أو لهم أو المدرس أو حتى السوشيال ميديا أو اللي هو الأفلام التلمزليات دايما بيبقى عايز يقلت البطل اللي هو بالنسباله المثل الأعلى بتاعهم فطبعا بيبتدي يجرب مع أصحابه طبعا العامل الأساسي بيبقى الصحبة لو الأصحاب فيهم واحد بيدخن فده بيجر كل المجموعة لأنهم يجربوا التدخين في بعض الأسف في بعض الجينات في جسم الإنسان لما بيبقى الأباء بيدخنوا بيتضعف عند الأولاد الطفل ده لما بيكبر أول ما بيجرب السجاير وهو أباءه بيدخنوا بيبقى بالأسف بيدخل في مرحلة إدمان السجاير بيبقى صعب جدا أنه هو يقلع وعشان كده دايما بننصح أولياء الأمور أنه هما من بدري من قبل حتى من أول المزواك أنه هما يبطلوا التدخين عشان الطفل يلتلع طبيعي فيه بيئة ما فيهاش دخان فما يبتديش أنه هو يدخل في القصة دي طيب دكتور في أنواع مختلفة بقى بدأت أنها تظهر مؤخرا وخصوصا بقينا بنشوفها منتشرة بعد انتشار جاء أحد فيروس كورونا اللي بقيت كورونا ماشي في طريق والتدخين ماشي في طريق والتنين ما بيتجمعوش أبدا فظهرت أنواع مختلفة طبعا من السجاير الإلكترونية بأنواعها المتعددة عايزين نعرف إيه أضرارها بشكل عام وإيه خطورتها على صحة الإنسان دلوقتي الأشكال الجديدة اللي تلعت بدعايا خطأ بالنهاية للإقلاع عن التدخين لكن للأسف أنه هو العلم أثبت أنه هي اللي بيدخل فيه التدخين اللي هو السجاير الإلكترونية أو المسخنة أو الحاجات دي أو الشيشة حتى فهو بيزيد كمية نيكوتين اللي بتدخل في جسمه مع إضافة أنه بنعم أنواع تانية من الملوثات اللي بتدخل في الجسم فده بيؤدي لخطورة أكتر حتى من السجاير العادية بس يعني بيزود احتياقه للسجاير وده نقطة مهمة جدا لأن بعض الشباب عندهم قناعة أنهم لما يعتمدوا على السجاير الإلكترونية بأنواعها المختلفة هي كده مرحلة أولية يتخديهم بعد كده يبطلوا تدخين للأسف أنه مش تل بيحصل لأنه هو بيلاقي نفسه أنه هو كمية نيكوتين اللي دخلت جسمه عن طريق السجاير الإلكترونية دي أو المسخنة أو الحاجات دي كمية أكبر فالبيرجع للسجاير بيبقى بشارها أكتر وبيشرب كميات سجاير كثيرة وده إحنا الإيناف فعلا قبلنا في اليادة عندنا إن إحنا فعلا لقينا اللي هم اللي بيجونا بيدخنوا بالسجاير بيبقى سهل جدا أنه هم يقلعوا عن التدخين اللي بيدخل في مرحلة السجاير الإلكترونية أو المسخنة بيلاقي إنه هو بيرجع لنا بعد ما يرجع للسجاير بكميات أكتر من الطبيعي اللي كان بيشربه قبل كده الموضوع فعلا خطير طيب عايزين برضو نتكلم في نقطة مهمة مجال عمل حضرتك خاص بأن التلوث البيئي مع التدخين بيأثروا بشكل كبير جدا على صحة الإنسان عايزين برضو نتكلم عن الموضوع ده تلوثي أنا في طبيعة شغلي في قسم الطب البيئي والمهني إن أنا بشوف التأثيرات الملوسات البيئية على صحة الإنسان سواء كان في العمل عمال أو في أي أو حتى الأم اللي هي في ربة البيت أو أي مجتمع بيتعرض لي ملوسات عملنا أبحاث كثيرة جدا عن الملوسات باختلاف أنواحها وتأثيراتها على الصحة لقينا دايما عامل السجائر أو التدخين عموما هو عامل خطورة مضعفة بحيث إنه هو ممكن قوي مجموعة من العمال بيتعرضوا لنفس الملوس بنفس الجرعات بنفس الأوقات دايما نلاقي اللي هو بيدخن فيهم بيبقى حالته الصحية أسوأ بمراحل عن المجموعة التانية وممكن يظهر فيه سرطانات أسرع من ظهورها في أي تعرضات بقية تانية وده من هنا اللي خلانا بتادينا نفكر في إنشاء عيادة لمعالجة التدخين العيادة بتاعتنا إنشأت من 2012 ببروتوكول تعاون ما بين المركز القوم للبحوث ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة جميل جدا وعملنا ابتدينا من يوميها لغاية يومنا هذا هو ببروتوكول كانت تعاون لمدة 3 سنين بعد كده العيادة أصبحت معتمدة على نفسها دلوقتي ومن هنا ابتدينا نعمل برضو أبحاث كثيرة عشان نوجد أفضل علاج للمدخنين وابتدينا نطور من العيادة بحيث إن احنا دخلنا الليزر دخلنا العلاج الدوائي دخلنا بكلها طبعا الاسطاف اللي بيشتغل في العيادة من تدرب يعني واخد كرصات واخد تدريبات عالية جدا فيه منها في مصر وفيه منها بره مصر يعني إنه يقدم العلاج المناسب للمدخن بالضبط كده فبيدم اللي هو المدخن لما بيجينا العيادة بنبتدي نفحصه ونشوف اللي هو متى اعتماده عن نيكوتين الخارجي في بعض الحالات بنلاقيها يعني الاعتماد بسيط وده ممكن عن طريق الدعم النفسي مع تغيير اللي هي الهابتس أو اللي هو العادات اليومية المعتمد عليها العادات اليومية بتاعته بيوصل الاغراء عن التدخين طبعا بس لازم يكون هو عنده قناعة إنه هو عايز يقلع عن التدخين لأنه ده العامل الأساسي اللي احنا كل اللي يتشغل عليه اللي في بعضهم بيبقى لا محتاجين حاجة تانية مع التعم النفسي والتغيير السلوكي ده بأن احنا بنستخدم معاه الليزر الليزر بيشتغل على نقط معينة زي بالضبط وظيفة الإبر الصينية فبالتالي بندخله في مرحلة إنه هو يبتدي تدريجيا يقلع عن التدخين فيه منهم بقى المرحلة الأخيرة اللي هي أو اللي هم بيبقى دخلوا فعلا اعتماد كامل على السجير أو على النيكوتين الخارجي فدولة بقى بنتظر إنه هندخل بالأدوية ده للأسف إنه هو بيبقى مكلف جدا بالنسبة للمدخن غير جدا إنه هو بياخد وقت طويل شوية معانا عمال ما بيوصل للإقلاع عن التدخين بس عموماً الوقت اللي بيستغرقه الشخص المدخن في الإقلاع عن التدخين ممكن يتراوح لمدة قدقية مثلاً بيتامل زي حسب الحالة زي ما أنا قلت يعني فيه حالات بتبقى من أول زيارة تاني زيارة بيبقى خلاص وزرنا لزيره سجاير وبيقى فعلاً متطامنين إنه هو مش هيرجع بنعمل دايماً ميتينج بعد ست شهور نتطامن إنه هو ما رجعش وبيبقى فيه معانا كونتكت معاه باستمرار بحيث إنه احنا بنستقبله في العيادة لو فيه أي حاجة خليه يرجع تاني فيه منهم لا بيحتاج معانا وقت أكتر يعني مثلاً المجموعة اللي بدخل الليزر لأ بياخد من 3 ل 6 جلاسات الليزر فبياخد تقريباً شهر في حدوث شهر زيارات عمل ما بينخلص الكورس بتاع الليزر ده ويبتدي فعلاً نتطامن إنه هو خلاص أقل يعني طريقة والوقت بيختلف من شخص لآخر أما العلاج الدوائي ده فبيبقى الأقل حاجة بيبقى شهرين وبيوصل ساعات معانا الحالات إنه هما الموت 6 شهور بياخدوا العلاج بس طبعاً لو إحنا شفنا تكلفة العلاج بالنسبة لي تكلفة الصرف على السجائر والصرف على الصحة وتدهورها نلاقي طبعاً إن العلاج مفيش يعني يعني ولا يكلف حاجة بالنسبة للتكلفة طبعاً فلازم الشخص المدخن يكون مدرك لده من البداية طبعاً هل في مشاكل صحية ممكن يتعرض لها الشخص المدخن من فكرة الإقلاع عن التدخين؟ هي مش في مشاكل صحية هي بدو بقى أعراض الانسحاب النيكوتين الأعراض دي إحنا بنقدر نقندي حاجات بدائل لو هو في اللي هو اللي تعمل نفسي بس بنتجي حاجات بدائل من الحاجات الطبيعية جداً زي السواك زي المشروبات معينة أكلات معينة بيبتدي يزودها في أكله بحيث إن إحنا ده بيقلل شعور بالانسحاب النيكوتين لأنه دكتور فيه أشخاص كتير بيبقوا مدخنين بشراها يعني ويقولوا لا إحنا ما نقدرش إننا نبعد عن السجارة علشان بنتعصب أكتر أو بيجي لنا يعني هي دي أعراض انسحابية يعني كل ده يعني دي أعراض طبيعية بتحصل لكل المدخنين لا مش كله يعني في حالات كتيرة قوي بتتعالج معنا وما بيحصل لهمش أي أعراض كان الانسحاب ده وفيه منهم لأنها من أول من الزيارة بنبتدي ندخل الوجبات اللي هي تزبط لهم الدنيا وتقلل لهم الشعور بعملية الانسحاب النيكوتين لأن طبعا النيكوتين ده بيشتغل على مراكز في المخ فبيبتدي لما يبقى يعني اللي بيخلي الإنسان بيعايز يدخن السجارة التانية على طول إن هو بكمية النيكوتين اللي هو معتمة عليه بيقلي في الجسم فبيبتدي يبقى عايز يدخن علشان يرجع لارتفاع النيكوتين في الجسم إحنا الوجبات اللي بنوصفها للمريض المدخن أو التغيير السلوكي اللي بيبتدي هو يلتزم به معنا مع اللي هو لو كان هندي دواء أو هندي بقى كلاسات ليزر أو كده كل ده بتقلل اللي هو شعور بعملية الانسحاب لأن إحنا بنوجد له البدائل اللي هي ممكن تقلل عنه الإحساس ده فبالتالي ما يلاقيش الصعوبة اللي بيلاقيها اللي هو بيدخن من غير أي استشارة طبيب أو كده طبعا نهاية العصبية الصداع الحاجات دي كلها بتبقى بمتصراحة يعني إحنا ما بنقابلهاش مع الحالات بتاعتنا لأن زي ما قلت لك بنبتدي من الأول يوم معاهم ممكن الحقيقة شخص يوهم نفسه بالموضوع ده وهو أصلا ممكن ما يحصلش ممكن قوي يعني ممكن أنه هو يبقى خايف أنه يحصل ويكن هو فيه بعض الأجسام ما بتحصلش فيها من غير حتى دعم يعني فيه ناس كتير حالات برضو بتجنى بتقول أنا وقفت التدخين فترات وقعدت بالسنين من ما دخنشي بس رجعت أدخن بس هي لأن فيه مشكلة لو واحد كان مدخن وقف التدخين فترة طويلة أو حتى لو شهر واحد ورجع يدخن بيبقى بيدخن بشراعة أكتر بيبقى الجسم يعني بيبتدي يدخله بسرعة قوي لإدمان النجودين ففي الحالة دي بيبقى المرة التانية اللي عايز يبطل فيها السجال لاي شعوبة أنه هو يبطلها مش زي أول مرة ولا بشكل تدريجي عن طريق مراحل معينة تقدر يعني من خلالها أنه يبطل تدخين بشكل تام هو من خلال طبعا العيادة ثبت لنا أن احنا المدخن لما بيبطل بالتدريج ده بيكون أفضل كتير لأن احنا زي ما بقولي كده عملية اللي هو أن العراض الانسحاب لنيكوتين من جسمه بتبقى بسيطة قوي أو بيبقى ممكن هو ما يحسش بيها خالص وفي نفس الوقت أنا بالتدريج كده أنا برجع الجسم أنه يشتغل طبيعي علشان يبطل ينكوتين اللي موجود في جوه الجسم الجسم أصلا بيفرز نسبة بسيطة من النكوتين اللي هو الجسم محتاجة ونفس الوقت فيه بعض الهرمونات والإنزيمات بتبطل تزبط نفسها وتتفرز بالطريقة الطبيعية فيبطل هو يرجع للحياة الطبيعية بتاعته من غير الاحتياج والسجارة فطبعا أنا بنصح طبعا اللي بيقلع عن التدخين ياخدها بالتدريج بس فيه بعض الحالات زي ما بيقولك كده اللي هي بتبقى وصلت للاعتماد الكلي بيوصل مثلا لخمس سجائر أربع سجائر كده ويقولك أنا مش قادر أستغنى عن نوع ده بيبقى المعنى هو بيقلل بس فكرة نوع بيقلل معادة السجائر بسا تقليل السجائر مش هو ده العلاقة لازم أن أنا أوصل لمرحلة أن أنا ما فيش سجائر خالص لأن تقليل السجائر ده ملاسال أنا بدخل السموم جوه الجسم وجسم أصلا سنين طويلة بيدخن فبقى التراكم للسموم دي كلها بتأدي للمشاكل فأنا من الأول عايزة أنه هو يوصل في المرحلة ما يبقاش ولا سجارة فيه ناس بتكون مصرة أنها تشرب سجائر أو شيشة أو أي نوع من أنواع التدخين وهي عارفة متأكدة أن عندهم مثلا مشاكل في القلب أو مشاكل في الرئة أو أي مرض من أمراض التنفسية إلى آخر نقول لهم إيه بقى؟ عايزين نواجه لهم رسالة كده طبعا أنا أقول لهم أن هم أكيد أكيد هيبقوا محتاجين دعم الطبي ففي الحالة دي عيادات إقلع عن التدخين فيه فزارة الصحة موجودة عندنا في المركز القامل البحوث فيه عيادات خاصة كتيرة فلازم أنه هو البدام وصل لمرحلة أنه هو مقتنع تماما أنه عايز يقلع عن التدخين بس مش قادر يبقى لازم يستشير طبيب متخصص لأن في الحالة دي اللي هيقدمه له الطبيب هو اللي هيوصله أنه هو يقلع فعلا عن التدخين وما يرجعش تاني يعني إحنا المداخنين اللي معنا بقى لهم سنين بيتابعوا من يعني فيه منهم بيتابع معنا من سنين الحمد لله ما حدش ولا حالة من اللي هي أقلعت فعلا رجع تاني المشكلة عندنا اللي بنواجهها أن فيه منهم بيجي يبتدي العلاق وبعد كده يزهق أو يلاقي نفسه يعني لسه مش بسرعة وصل للمرحلة اللي إحنا عايزينها نصى خلاص بيقرر أنه يعني يتراجع أو فده طبعا بيقامل تدخين وده ما بيبقى فقدناه يعني هو نفسه بيكون فقد الأمل يا دكتور والله فبيرجع تاني لمرحلة التدخين اللي هي أصلا بتام أخد القرار لازم يسر على أنه ينفزه فهو حاول مع نفسه وما قدرش خلاص يلجأ للطبيب الطبيب هو هيساعده أنه هو يوصل فعلا يحقق طب لو هو ما خدش القرار يعني هل بيحصل كده حالة من الإقناع أنه هو لا أنت هتتعرض لأضرار صحية كتير جدا فلازم توقف تدخين علشانك وعلشان كل الناس اللي حواريك يعني هو أقولك إيه بس للأسف للأسف أنها علب السجائل كلها عليها الرسومات يعني تخوف كده صحية ومع كده كل الناس تلوقتي أغلب الناس لإما يقلب لك العلبة لإما يحطها في جراب شكله شيك لذيذ كده لإما يغير الشكل يعني المهم إنه هو مش عايز يبص فيها هو ما بيشوفش أصلا الصورة الخارجية دي هو يدوب بيشربه بس بس بالضبط كده لإن هو يعني مش عايز من جواه يحس بالخوف من اللي هو بيعمله ده بيبقى مهما قلتي ومهما اتكلمتي معاه بيبقى صعب جدا إقناعه إلا لو حصل قدامه موقف معين هو اللي هخليه ييجي ويقول يسلم إنه هو لازم يقناع أنا عايزة أوقف بقى بالضبط أنا يعني في حالة جات لنا كان رجل عنده 72 سنة الرجل ده الحقيقة يعني أنا فعلا سعيدة جدا بيه قاعد سنين عمره كله يدخن ومش عايز يقلع عن التدخين غير لما شاف حفيده هو شرب السجارة وطفاها في الطفاية وخرج رجع لقل حفيده ماسك السجارة وبيحطها في بقى وحفيده التفل صغير هنا أخد القرار إنه لازم يقلع عن التدخين حاول مع نفسه ما قدرش إجال لنا عيادة وكان من الحالات الناجحة جدا اللي وصلنا بيها للإقناع عن التدخين هو يعني 72 سنة يعني زي ما حضرتك قلت لازم حاجة تحصل قوية في بعض الحالات للأسف كده ما بيخدوش القرار إنهما يقلعوا إلا ما يحصل حاجة قدامهم جامدة الحقيقة دكتور يعني كان في محاور عديدة كنا محتاجين نتكلم عنها النهاردة لأن يعني موضوع كبير جدا وخصوصا لما بينتشر بين المراهقين إن دي رسالة قوية عايزين نوجهها لكل الناس إنه مش أي موضة جديدة نجري وراها خصوصا الموضوع بقى شكله غير لطيف بالنسبة للمراهقين يعني فلازم يا جماعة المراهقين وأنا هنا كلامي عن البنات والولاد خلوا بالكم من صحاتكم وخلوا بالكم من نفسكم الآباء والأمهات خلوا بالكم من أولادكم وانتبهوا جيدا ليهم من البداية علشان لو حصل حاجة نحط حد لها من البداية حافظوا على نفسكم وعلى صحة أولادكم وعلى صحة كل الناس اللي بتحبوهم وتاني مش أي موضة جديدة نجري وراها لأن مش كل موضة بتكون كويسة في موضة بتبقى قاتلة زي السجاير الإلكترونية أو أي نوع تاني من أنواع التدخين هي مشكلة الزي السجاير الإلكترونية كمان عايزة أضيف عليها حاجة مهمة جدا أتفضلي سريعا بس علشان وقت فكرتنا انتهى إن هي مشكلة السجاير الإلكترونية إن هي السائل اللي موجودة فيه مواد كيميائية خطيرة جدا بتسبب اللي هو تكون اللي هو تلايف الرئة وتكون اللي هو صورة الفشار في الرئة مرة هم عرفوا بأنه شكل الفشار لأن ده اللي بيحصل في الأشعة بتاعة الرئة ده ما كانش موجود من السجاير العادية يعني كان فيه حاجات تانية سرطانات وحاجات تانية فإحنا كده بندخل من مشكلة صحية لمشكلة صحية تانية سبب الإدفات اللي هي الموجودة في الحاجات دي والطعم والريحة والحاجات دي كلها أكيد وفيه أطعمة كتير جدا فلازم ناخد بالنا كويس دكتورة أمل سعد الدين حسين رئيس عيادة الإقلاع عن التدخين بالمركز القومي للبحوث نورتين وشرفتين وربنا كده يسلم الجميع وأتمنى أن كل الأباء والأمهات اللي بيتفرجوا علينا النهاردة يكونوا سمعوا كلام حضرتك كويس ويحطوا حد الموضوع قبل ما يبدأ إن شاء الله نورتين وشرفتين يا دكتور مرشي كده ويا رب إن شاء الله كل الناس فعلا تأخذ القرار وإحنا تحت أمرهم في أي حاجة إن شاء الله بإذن الله مشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة أشوفكم بكرة في نفس المعايد وحلقة جديدة من طبور الصباح بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء